لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة المناخية وبخاصة في ظل الارتفاع المخيف في درجة الحرارة حول الكرة الأرضية مع ما يصاحبها من تغيرات وتابعات على البشر والحجر الكثير من الناس يعتقد أن تغير المناخ يعني أساساً ارتفاع درجات الحرارة لكن هذا ليس سوى بداية القصة نظراً لأن الأرض عبارة عن نظام متصل والتغيرات في منطقة ما يمكن أن تؤثر على مناطق أخرى علماء المناخ أكدوا أن البشر مسؤولون فعلياً عن كل الاحترار العالمي على مدار الأعوام المائتين الماضية حيث أصبح متوسط درجات حرارة سطح الأرض الآن حوالي درجة ونصف أكثر دفئاً مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر قبل الثورة الصناعية وكان كل عقد من العقود الأربعة الماضية أكثر دفئاً من أي عقد سابق منذ عام 1850 وكل عشر إضافي في درجة الاحترار سيلحق أضراراً خطيرة بحياة الناس وصحتهم انبعاث نحو 22 مليار طن من الكربون الضار سنوياً بات أمراً يهدد الحياة على الأرض حيث تطلق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا أكثر من 90% من ثاني أكسيد الكربون العالمي الناتج عن الصناعة ما يعني أنها المسؤولة رسمياً عن التغيرات المناخية الحادثة بسبب الاحتباس الحراري الحديث يطول عن المتغيرات البيئية التي ستحل بالكرة الأرضية بدءاً من ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة التصحر والتي ستتبعها أزمات الغذاء العالمي مروراً بظاهرة النحر والحرائق التي لا تبق ولا تذر والناظر إلى الأقطاب الجليدية شمالاً وجنوباً يدرك مقدار الكارثة القادمة لا محالاً من جراء ذوبان ثلوج متجمدة منذ مئات السنين وربما أكثر ما يعني أن اليابسة ستتقلص عما قريب لصالح هيمنة المياه وليس سراً أن العالم وخاصة الدول الفقيرة هي التي تدفع ثمناً غالياً للتلوث المناخي المسؤول عنه الأغنياء وبخاصة أمريكا والصين وبقية الدول السبع الكبار المتقدمين صناعياً وفي هذا الإطار أوجدت الدول اتفاقيات حول التغير المناخي للتوصل إلى صيغة دولية متفق عليها للإقلال من انبعاثات غازات الدفئة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ومؤتمر جلاسكو وقمة المناخ كوب 27 في مصر تعهدات لم يتم الوفاء بها فيما أحوال المناخ تتردى من شمال المسكونة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ولمواجهة تغير المناخ يمكن تقديم عدة حلول وعلى الجميع تحمل المسؤولية في وجه المخاطر المتزايدة منها خفض الانبعاثات بتحويل أنظمة الطاقة من الوقود الاحفوري إلى بصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أحد تلك الحلول أيضاً هو العمل المناخي ومع أنه يتطلب استثمارات مالية كبيرة من قبل الحكومات والشركات لكن التقاعس عنه أكثر تكلفة بكثير وتتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في مواجهة التغير المناخي في أن تفي البلدان الصناعية بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً إلى البلدان الفقيرة حتى تتمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات أكثر خضراراً فالأرض التي تئن اليوم قد تطلق صرخات الموت في الغد